اللي بيتم في مصر في العملية التعليمية هو تغيير واقعنا التعليمي اللي كان غير مثمر كان التعليم شجرة التعليم المصري أنا آسف يعني في التعبير كانت شجرة لا تثمر أو شجرة بالبلدي شجرة ذكر لا تثمر بالتالي التغيير الحاصل على الأرض والتغيير الحاصل فيه طريقة التفكير والتغيير الحاصل فيه المناهن وفكرة نظرة المجتمع للسناول العامة وإلى التعليم الفني نظرة الطالب وولي الأمر إلى الامتحان زي ما الدكتور طريب يقول إن احنا بنقتل الهاجس التاريخي أو بنحاول نقتل الهاجس خوف الولاد والأسر من الامتحانات ومن كلمة السن العامة بيحاول يفاكد كل هذا وأنا يعني أعلم الكثير من ما يتم في هذا الحق لحق الإصلاح التربية والتعليم والمناهج والكتب الجديدة وأنا بقول للمصريين فعلا الإصلاح الحقيق اللي محتاج رعاية والشجر الحقية اللي محتاج أنه شارج جميعا فيه يعني رعايتها هو التعليم لأنه كل مشاكلنا تنتهي بالتعليم تقول لي أصلا عندي صرف صحي وعندي طرق وعندي بقول لك التعليم والبحث العلمي بالتعليم والناس المتعلمة بالقضاء على الأمية والجهل بالقضاء على طرق الحفظ وتلقيم بانتقاء العناصر اللي بتفكر بشكل مختلف بشكل نقدي بشكل علمي هم دول هيحللنا كل مشاكلنا وأنا بقول إنه عندنا دلوقتي خمس يعني فصول كي جي واني وتو أولى ابتداء وتانية وتالتة خمس سنوات إن شاء الله دول لما يتخرجوا من الجامعة عندك جيل مختلف شكلا ومضمونا وموضوعا هو ده اللي احنا منتظرينه الدكتور طرق شوقي اللي كان معايا على التليفون حضراتكم أنا مشفق عليه والله مشفق عليه يعني بيدير منظومة تعليمية وبيواجه تحديات والأخطر بيواجه أصحاب المصالح وأصحاب المصالح من الشرط يكونوا ناس أعداء من خارج ده ممكن يكونوا من داخل عملية اللي كان بيقلب كتاب خارجي زعلان واللي كان بيدي دروس خصية زعلان واللي كان بي كل هؤلاء أعتقد كانوا بيقوموا لكن احنا مشيين في الطريق السليم